السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نشرح عن الجينيريك الجينيريك هي نوع آخر من التعامل مع الداتا يمكننا من تعريف أنواع جديدة من الداتا تايب والتعامل معها خلال وقت العمل يعني كيف؟ لو عرفت فاكشن اسمها تودو يعني تؤدي أي شيء ما عرف إنه إيش تؤدي هذه الفاكشن إذا عرف متغير جديد اسمه T ممكن تسمي أنت أي اسم بس ما عرف ليش كل لغات البرمجة يستخدمون T فT كأنما عنده مو عندك string integer عندك أنواع داتا تايب حاليا string وبوليون ونمبر كأنا ما ضفت نوع آخر من داتا باسمه T الآن لحدتك كأمبوت نيفرض أنه الـ X بما أنه ضفتها فبدلاً نمبر أو string أو ما ذلك فنقول له كأي T الآن أفتح الفاكشن أغضقها هاي الفاكشن ممكن نعمل فيها أي شيء نفرض أنه تعمل كونسول بهذا شكل dot look أطبع الـ T اللي جاني ما عندي أي تحديد على هذا الـ T الشو الـ X اللي جاني الآن لو جربت أنه من هنا من الاستدعاء أستدعي الـ to do فأقول له أوكي to do يفتح قوس يقول لك X أي قيم ممكن أنا أدزله دعني أدزله string هاي لو جتعملت له غلقت القوس وقفت على الـ to do يقول لك أوكي الـ X هي عبارة عن string هو عرفها لو جت قلت له number وقفت عليه يقول لـ X هي number لو جت قلت له شيء آخر أنه أفترض أنه أنا بوليون أقول أوكي true وقفت عليه يقول لي true مو باقت هذا وجت أمررها object أنه عبارة أنه الـ name يساوينا بهذا الشكل الحسين و الـ age 26 أيضا لو جت وقفت عليه يقول لك مباشرة يعرف أنه أنت وقفت عليه الرسالة يقول لك الـ X هي عبارة عن object تأخذ الـ name والـ age إذن انظر هذا المرونة اللي ينطينا بالتعامل معها الـ generic generic ليس معه الفاكشن فقط أيضا حتى مع الـ class ممكن نستخدمه نفرض نسمينا class operation و هاي الـ operation يستخدم two two number عسي مثال n one أو n و k فهاي two generic في الكلاس عرفته أكيد class operation الآن في الـ constructor ممكن بكل طبعا يشي الـ constructor كيف يكون بيكون بهذا الشكل constructer هذا ممكن أكون instance جديد يكون عسي مثال x هو يرث الـ n و ال-y هو يرث x يرث k فهان عندي data type جديدة وحدة اسمها n وحدة اسمها k الآن حتى أعمل new instance من هذا class op فاستطيع أقول لأو k أقول op هي نقطتين من op ساوين new operation لما أفتح القوس ممكن أرسل n k كما أرسل لهنا string وهنا أرسل number فال-t هو عبارة عن نوع جديد من data type أنا استطاعت أن أتعامل معه باستخدام op طبعا ننظر كيف هي جميلة التعامل كيف هي أسلوب العمل معها طبعا هنا المفروض لما نكون instance من class نحدد لأنواع دعني هنا أحدد string و number حتى يكون آمليات التعامل معها واضح بهذا الشكل حتى الآن class لما كوت instance من عندها قتل يستخدم string number أرسلت string number لوجقة لوجقة لأوكي هذا class الخاص بيستخدم number و number فوكي مفروض هنا سوف يكون عبارة عن number لوجقة number و booleon سوف أرسل number و booleon إذا ننظر generic كيف يعطينا مرونة بالتعامل مع data كل الذي عليك فقط تفتح هذا القوس تعرف generic بينهم فارز كما ما كان عددهم ثم تستخدموا محال محال أيضات التعاب التعادية حتى نمكن هذا الدرس شكرا لك و في أمان الله